كما لاحظنا فإن المطلاب يقوم بتخزين المتغيرات في ما يسمى ساحة العمل أو الوركس بيس ليس هناك ضرورة عند البدء بكتابة برنامج جديد بتعريف متغيرات أي لو كان لدي X ساوي الخمسة فليس هناك ضرورة لتعريف X على أنها متغير إنتجار أو كمتغير float أو أنت إنتجار إلى آخره فالمتلاب بشكل تلقائي سيقوم بفهم هذا المتغير حسب القيمة التي أسندت إليه سنقوم الآن بالتعرف على المصفوفات وأنواعها المختلفة في الواقع تنقسم المصفوفات في المتلاب إلى عدة أنواع فهناك المصفوفات المنطقية ومصفوفات المحرفية المصفوفات الرقمية المصفوفات الخلوية والمصفوفات البناء بالإضافة لأنواع مختلفة من الصفوف مثل جافا كلاسيز وفانكشن هاندل أو ما يسمى بالتأشير على تواقع فعلى سبيل المثال لو أردنا النظر بداية في المصفوفات الرقمية فهي تصنف إلى سلاسة أنواع النوع الأول وهو المصفوفات ذات من نوع Integer أو Unassigned Integer بحيث أقوم بتحديد عرض الحزمة فمسلا لو أرد تعريف متغير Integer 16 1000 على سبيل المثال منلاحظ أن سيتم تعريفه في الزاكرة وتخزينه في الworkspace على أنه Integer 16 له القيمة 1000 أما لو أرد تعريفه على An Integer فبنفس الطريقة سيتم تعزينه على أنه من النوع An Integer 16 ويمكن بنفس الطريقة تعريفه بيعرض حزمة 64 أو أي قيمة أخرى وكما لاحظنا يتم تعزينه على أنه مصفوفة بحاديات البعد لها قيمة ما وهنا القيمة 100006 لو قمت بضغط أن ستظهر لي النتيجة يمكن أيضا تعريفه على أنه 32 بيت على سبيل المثال أو أيضا 16 بيت في الواقع الإختلاف الرئيسي بأن بعض أنواع المتغيرات تتطلب مساحة التخزين أصغر من أي نوع آخر من البيانات فلو قمت بالتخزين البيانات على أنها Integer 16 سيتم تخزينها بمساحة أقل مما لو قمت بتخزينها من النوع Single أو من النوع Double وهي الأنواع التي سنطلع عليها فيما بعد وجميع هذه الأنواع يمكن أن نطبق عليها مختلف أنواع عمليات رياضية يمكن أيضا التصنيف الثاني للمصفات النمرك العددية Single وهي مفيدة للمتغيرات التي تحتاج إلى مساحة صغيرة ولكن تكون دقتها منخفضة ومجال ومجال هذه الأرقام يكون صغير فمثلا لو ضغط ادخلت ثلاثة بعشر الأس ستة سيتم تخزينها كمان نلاحظ يمكن ادخالها بشكل مباشر وسيتم التعاون معها على أنها من النوع Double الفرق الوحيد بين النوعين Single عند تعريف بأنه من النوع Single وال Double وهو الحال الافتراضية لا داعي لذكر ذلك هو أنه في حال استخدام Single يجب أن يكون متغير يحتاج إلى مساحة أقل قليلة من للتخزين ولكن ستكون دقة العدد أقل كما أن مجال الرنج المحدود بينه مجموعة الأرقام سيكون أصغر نلاحظ فيما لو قمنا بكتابة Help Single سيظهر لي شرح بسيط لهذا التابع Single Convert to Single Precision هنا يتم شرح الفرق بين Single و Double Y equals Single X ورقم الذي سنقوم بإدخاله Convert the vector X to a Single Precision Numeric Object 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 أي متحول أو Object عددي متحول عددي من نوع Single If X If X is already single Precision Single has no effect Single Precision Quantities Require less Storage نلاحظ أنها تحتاج مساحة تخزين أقل من Double Precision ولكنها Less Precision أي دقةها ستكون أقل وكذلك مساحة الأرقام ستكون أقل أي Range الأرقام من نوع Single سيكون أقل كما نلاحظ كان أيضا إدخال البيانات بطريقة أخرى من خلال التابع Zero's سيقوم بتعريف مصفوفة كافة أرقامها مساوية للصفر فمثلا لو قمنا بتنفيذ هذا السطر نلاحظ أنه تم إنشاء مصفوفة لدي هذه المصفوفة وما زال يعمل برنامج دعم ننتظر قليلا حتى يتم إنهاء عملية توليد هذه المصفوفة كما لاحظناكم بتحديد نوع الأرقام في هذه المصفوفة لأنها من النوع Single المتغير المتغير variable is value مصفوفة عدد الأميدة ألف وعدد الأسطور ألف من نوع Single Max Minimum Value To Money Elements أي هناك حدث كبير من العناصر ولو يمكن تحديد أصغر قيمة تم تخزين هذه المصفوفة من خلال كتابة التابع Zero's الذي مهمته أن يقوم بتوليد مصفوفة كافة عناصرها ومساوية للصفر فمثلا وقمت بضغط Zero's سطرين عمودين مصفوفة من سطرين وعمودين فيتم توليد مصفوفة عناصرها كافة قيم عناصرها مساوية للصفر هذه هي الأصناف السلاسة للمصفوفات الرقمية وهي كما ذكرت Integer أو Unassigned Integer سواء 16 bit 32 O 64 أي عرض حزمة البيانات وذلك حسب الحاجة والتطبيق الذي نقوم به والصنف الثاني هو Single والصنف الثالث وهو Double وهو الحالة الافتراضية النوع الثاني من المصفوفات وهو المصفوفات المنطقية Logical فلو قمت بإدخال Magic 4 أكبر من العشرة فلو تحقق هذا الشرط سيعيد لي سيعيد لي البرنامج برنامج الماثلاب القيمة واحد العملية المنطقية هنا هي أكبر فلو تحقق هذا الشرط سيعيد لي قيمة واحد تلاحظ هنا محقق الشرط والمصفوفة Magic 4 الذي قام لو قمت بإدخال Magic 4 فقط نلاحظ Magic 4 قامت بتوليد مصفوفة سحرية سنتحدث عنها لاحقاً العنصر الأول منها أكبر من العشرة وبالتالي أعاد لواحد منطقي الثاني أصغر صفر منطقي أصغر صفر منطقي وهكذا حتى نهاية كافة عناصر المصفوفة النوع الثالث من المصفوفات وهو المصفوفات المحرفية كاركتر فمثلاً لو أرد إدخال كلمة Hello يكفي أن أضع هاتين الإشارتين في بداية ونهاية المصفوفة الكلمة وتتم تعريفها على أنها كاركتر كما سنلاحظ أنصر من نوع كاركتر لو ضغطت في الوركسباس على المتغير نلاحظ تم تخزينه على أنه كاركتر النوع آخر من المصفوفاته هو المصفوفات سيل أري أو المصفوفات الخلوية فلو قمت بإدخال A 1.1 equal 12 نلاحظ أنه تم تعريف مصفوفة A من نوع سيل لها القيمة 12 ممكن أن أقوم بتعريف هذه المصفوفة على أنها نصية أيضاً تحوي نص فمثلاً نلاحظ أنه تم تعريفها تحوي كلمة Red أيضاً نوع آخر من المصفوفات المصفوفات البنى structure فلو قمت بتعريف a.days وبالتالي فإن فإني قمت بتحديد بنية days أي يوم للمصفوفة للا A فلنلاحظ أصبح لدي في الworkspace A على أنها struct أي بنية وهنا البنية day تحوي قيمة هي 12 وقم بتحديد بنية أخرى لنفس المتغير color equal red نلاحظ تم إسناد قيمة أخرى لهذه البنية A تشير بداية إلى اليوم اللون ومن ثم إلى اللون أيضاً يمكننا أن أقوم بإسنادها إلى مصفوفة هذه المصفوفة والتكون magic 3 نلاحظ أصبح لدي ثلاث قيم لهذه البنية التي يتم إسنادها كافة عناصرها إلى A اليوم اللون والمصفوفة هذا كل ما رأيت الحديث عنه في هذا الفيديو كما لاحظنا قمنا بتوضيح مختلف أنواع المصفوفات التي يمكننا التعامل معها في المطلب